مساء الخير الرئيس والبابا علاقة متوترة انتهت بالتحفظ لم تكن العلاقة بين الرئيس والبابا على ما يرام وصرعان ما قرر الرئيس التحفظ عليه في دير الأنبى بشوي بواد النترون وإلغاء قرار تعيينه وتشكيل لجنة لإدارة الكنيسة وبتولي الرئيس مبارك مقاليد الحكم في 14 أكتوبر سنة 81 خلفا للرئيس السدادة بعد اغتياله أجرى عددا من الزيارات الخارجية فأوفد البابا شنود بعض الأساقف لأبناء الكنيسة من المتواجدين بالمهجر لتهديئة الأجواء وضرورة الترحيب بالرئيس السدادة حفاظا على صورة مصر وكانت هناك عدة محاولات لإلغاء تحديد إقامة البابا إلى أن قام مبارك في 3 يناير 1985 بإصدار قرار جمهوري بإلغاء قرار السداد وإعادة تعيين الأنبى شنود السانس بابا الأسكندرية بابا وبطريارك القرازة المركوسية وضمت قائمة الاعتقالات 1536 مفكرا وسياسيا ورجل دين وتم تشكيل لجنة القيام بالمهام الباباوية دمت خمسة أساقبها هم الأنبى ماكسيموس وأسكوب القليوبية والأنبى سوموائيل وأسكوب الخلامات والأنبى جواريويوس وأسكوب البحث العلمي والأنبى سانسيوس وأسكوب بنسويف والأنبى يؤنس أسكوب الغربية وشمل القرارات التحفز وثمان أساقفها بسجن المرج هم الأنبا أمونيوس وأسكوب الأكسر والأنبا بيمواك والأنبا بنيامينة أسكوب المونوبية والأنبا بيشوي أسكوب دمياد والأنبا بيمان أسكوب ماللوي والأنبا تدرس أسكوب بورسعيد والأنبا فام أسكوب تمى والأنبا ويسى أسكوب البليانة بالإضافة إلى 24 كاهنا منهم القمص إبراهيم عبدو والقمص بولس بسيلي والقمص بشوي أسكوب والقمص عبد المسيح بسيط أبو الخير وكان وقتها خادما في الكنيسة وتمت مصادرة عدد من الصحب بينها القراسة ووطني ووجهت اتقامات لهم بالتعصب وتحريد وتعريد الوحدة الوطنية للخطر كما وجهت للبابا تهمت الحد على قراهية النظام وإطراء الصوغة السياسية على منصب البطل يارب الكاتب والمفكر كمال زاخر قال إن العلاقة بين الرئيس السادات والبابا شنودة بدأت متوترة حيث شهدت منطقة الخنكة حادثا طائفيا في نوفمبر 1972 وأضرم متشددون النيران في الكنيسة ومنازر ومحال الأقباط المسيحيين وهو ما دفع الكعنة للمرة الأولى للخروج في مسيرة والإصرار وعلى الصلاة على أنقاض الكنيسة المحترقة وهو ما اعتبر السادات تأديدا من البابا شنودة أضاف بعد فترة قليلة زار الرئيس السادات القدرائية بالعباسية وظل يوما كاملا مع البابا شنودة يتحدثان ساويا ما خفف من حدة التوجس الذي استحوذ على السادات وإزاء الواقع ثم توترت العلاقة مرة أخرى على زيارة البابا للولايات المتحدة الأمريكية وتابع داخل طرف ثالث في العلاقة بين الرئيس والبابا والخليج والسعودية التي كانت تريد تغرير وهاوية مصر ما انتهى بالتحفظ على البابا في دير الأنبا بشويب بعد أحداث الخنكة وتمت مصادرة صحب ومجلات كنيسية يوميات أيضا نسائية في سجن السباد كفاح ودوفير الخبز الملكي نعم لقد كانت واحدة من الذين تم ترويعهم في ذلك الفجر الخميس ثلاثة تسعة سنة واحد وتمانين وراية طريقي إلى السجن عنائم الشيوخ والكانة تصاق إلى الإهانة والبهتان بهذه الكلمات زيالة الأدبية والكاتبة صفيناز قازم شهادة نشرتها في 2008 عن اتقالات سبتمبر سنة واحد وتمانين في فاصل من الحمد والشكر على مصير محتمل كان بانتظار وأعداد تقدر بالألاف والقد عليهم في حملة تحفظ موسعة شملة عناصر تؤدد وحدة وأمن البلاد وكما وصبتهم منشتات الصحب عن عزن ليصبح مصير كما ازبحت القلعة محتملا في حقهم توزعت غنيمة وحملة التحفظ وصاعة النطاق التي انطلقت شارتها في فجر الثالث من سبتمبر واحد وتمانين على السجون المصرية فكان رجال دين مسحيون قصاوس ورغبنا من نصيب زندين سجن أبو زعبل بما أرسل أخطاب الطيارات السياسية والأكاديمية المختلفة من الرجال إلى سجن طرق وملحق طرق بينما أرسل القسم النسائي من حملة التحفظ إلى سجن القناطر شمل قائمة التحفظ النسائية عددا من الوجوء البارزة تعدد قازم من رأيتهم في سجن السجن تلك التي لم تكن الأولى بالنسبة لها كريدا آش وشعين دمقلد والدكتورة نوال السعداوي والدكتورة أمين رشيد والدكتورة عواطب عدرحمن والدكتورة رطيفة الزياج وبليلة السجن أفادت قازم كثيرا من تجربة السجن السابقتين في السبعينات وخاصاتها لتستخلصوا حيلة خاصة للزود عن جسادها ضد السراصيل المنتشر بكسافة في عمبر سجناء الرأي في مستشفى السجن الذي قضت في ليلتها الأولى عن طريق ترك الأنوار مضاء لطرد الحشرات التي تأنس بالظلام الأمر الذي رفضته فريدا نقاش تماما وقتها إذا بدت ألا تنام في الظلام كما اعتادت السعادة القازم هذه السعادة من الليلة الأولى الموحشة للأتقال بعدما يزيد على العشرين عاما في شهادة المنشورة بمقالب الشرق الأوسط في خفة هذه المرة من زوعة المرارة مازحة مع شهندة ويقولوا ما فيش تعزيب ما اسم السجن مع فريدا إذن لم تدوم أياما المزاح ورفقة سبيناس وشهندة طويلا إلى الكلادات أمسيات إزاعية من مزيحات أخذته فريدا نقاش من عمبر سجنات المخدرات المجاورة على سبيل الإعارة حيث جاءت أوامل إدارة السجن بنقل سبيناس وأمين رشيد إلى عمبر المتسولات قدرب من التجدير وحيث يعرف عنه انتشار الحشرات والأمراض الجلدية جربوا بين نزلاته أو نزلاته في عمبر المتسولاته كانت الدكتورة نوال السعداوي والدكتورة عواطب عبد الرحمن من الوافدات المتأخرات تفجى العمبر الذي اجتمل على 14 امرأة وفتاته من سجينات الرأي وسجينات التسور كما تستعيد السعداوي في كتابتها المنشور وبعد الأحداث بسنوات سمان مذكراته بسجن النساء براوياته القبض على رموز الحركة النسائية المصرية باختلاف الظروف فيما تأخر القبض على عواطب عبد الرحمن أستاذة الصحافة والإعلام بجامعة القائرة حتى عودتها من الخارج ليتم تلفقها وأسرأ من مطار القائرة الدولي تزمرت نوال السعداء والطبيبة والمحاضرة بكلية الطب وقتها انقطع رجال التحفظ علي إبداع أدبي بطرق مزعج على باب ومنزلها ورفضت الامتسال إلي حيث لم يحمل الزوار إذن نيابة ليضطروا لكسر باب شقتها لم تكن السعداء وتتجاوى الصدمة اقتحام شقتها والقبض عليها حتى بدأت خريطة العنبر السياسية ترسم لتزمقها موقفات سياسية والاجتماعية في نقاشات خلافية حامية ما لبس العنبر برامته تحتمها وتخطيها بتنظيم الصفوف وتحديد المطالب والأولويات والموضوع كبير ومشيق انتظروا معنا كل ما هو جديد شكرا لكم أحباه وازم